بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس إن شاء الله رح نشوف بنية أو تركيبة جملة ال-while أو ال-while loop وكيفية سيرة التنفيذ أو ال-control flow بالنسبة ال-while loop وفرق الفرق بين وبين ال-f statement ال-while loop statement وال-f statement طبعاً بإمكانك إنك تشوف الدرس هذا بعد ما تحس إنك فهمت يعني شفت لك مثلاً ثلاث مثالين أو ثلاثة أو أربعة مثلة لل-while loop تحس إنك فهمتها شوي ممكن ترجع الدرس هذا حتى إنك تعرف بالضبط وبشكل formal أو شكل واضح ودقيق كيف تركيب جملة ال-while loop إذا كنت حس إن الدرس هذا مبكر شوي بالنسبة لك ممكن تقفزه وتشوف مزيد من الأمثلة على ال-while loop إشاء الله رح نعطي مزيد من الأمثلة ثم بعد ذلك ترجع الدرس هذا طيب جملة ال-while loop تتكون من أولاً من كلمة-while دائماً تبدأ بكلمة-while ثم بعد ذلك الشرط الخاص بال-while loop هنا ممكن أن نكتب يعني نقول الشرط شرط ال-while loop وهو الشرط الذي نحتاج إلى أن لا يتحقق أو ينتفي حتى إنه نخرج من ال-while يعني إذا تحقق الشرط ننفذ ال-while ونرجع مرة ثانية نشيك عليه مرة ثانية كل مرة نشيك عليه نشيك عليه مدامه متحقق فإن ننفذ ال-while إلى أنه ينتفي أو لا يتحقق فإن نخرج من ال-while ال-buddy حق ال-while إما أن يكون جملة واحدة إما أن يكون ال-buddy جملة واحدة مثل one statement أو ممكن يكون أكثر من statement وفي هذه الحالة طبعاً ما أقصد سطر أرجو أن أتأكد مرة ثانية على الكلام هذا أنا أتكلم عن statements وليس أسطر فإذا كان ال-buddy statement واحدة ما يحتاج أقواس إذا كان ال-buddy أكثر من statement زي حالتنا هنا two statements فإن نحتاج إلى وضع أقواس بشكل هذا الأقواس المعقوفة مضبوط طبعاً إذا كنت تبغى تصير بال-safe side فممكن أنك دائم تضع أقواس وترتاح كيف ال-control flow طبعاً راح يجينا التنفيذ من الجملة السابقة لل-while طبعاً ال-while عبارة عن statement بحد ذاتها زي ال-f statement مثلاً أو assignment statement اللي شفناها قبل فدائماً التنفيذ يأتي من ال-statement اللي تسبق ال-while بعد كده نقوم بتنفيذ أو الشرط أو logical expression حق ال-while زي نشيك على الشرط حق ال-while إذا تحقق الشرط إذا كان الشرط true رجع لنا true أو نقول تحقق yes مضبوط yes أو true مضبوط ممكن نضع بين قوسين true إذا كان الشرط true فإننا ننفذ ال-body حق ال-while راح أضعه كبير هنا لأن ممكن يكون one statement أو أكثر فإننا نقول ال-body لل-while وهنا نقول ال-condition ثم بعد ذلك بعد ما ننتهي من تنفيذ ال-body حق ال-while نرجع لل-condition مرة ثانية فلما نوصل هنا لما نوصل هذا نرجع مرة ثانية لل-condition زي نرجع مرة ثانية شيك على ال-condition وهكذا نستمر في الدوران في هذه الحلقة بذلك سمينا loop حتى أننا حتى ينتفي الشرط فإذا كان no مضبوط أو الشرط false logical expression طبعا الشرط عبارة عن logical expression سبق شرحنا logical expressions في ال-f statement إذا انتفع الشرط فإننا نكمل للجملة اللي تلي اللوب هنا الجملة اللي تسبق اللوب طبعا إذا نبدأ من الجملة اللي تسبق اللوب نشيك على الشرط إذا الشرط تحقق ننفذ ال-body حق ال-loop نرجع مرة ثانية ونستمر في الدوران هكذا حتى ينتفي الشرط إذا انتفع الشرط فإذا نخرج من اللوب طبعا لو قررنا هذا مع ال-f statement ال-f statement نكتبها بشكل التالي لتذكرون f وبعد كذا الشرط حق ال-f ثم ال-body حق ال-f الزين هنا الشرط أو أكتبه من انجليزي condition لنفس الكلمة t-i-o-n condition زين وهذا ال-body فإذا هذه ال-f زين بدون else ناخد ال-f بدون else فتلاحظون ال-f أن هذه الجملة السابقة لل-f بعد كذا الشرط حق ال-f إذا تحقق الشرط حق ال-f فإن ننفذ ال-body حق ال-f ثم نكمل التنفيذ إذا لم يتحقق الشرط فإن نكمل التنفيذ التنفيذ لاحظ أنه لا يوجد دوران تشهيك على الشرط إذا تحقق الشرط ننفذ ال-body هذا ال-body وهذا ال-condition c مضبوط هذا ال-condition c وهذا ال-body فإذا تحقق الشرط نفذنا ال-body وكملنا التنفيذ لما بعد ال-f statement إذا لم يتحقق فإن نقفز هنا هنا في حالة false فإن نقفز تنفيذ ال-body بينما في ال- while اللي أحظنا راح نستمر في التنفيذ مدام الشرط متحقق خلينا نشوف مثال سريع على الشيء هذا خلينا نشوف شفنا حلنا طبعا قبل مثال ال- while عندنا هنا مثال ال- while هذا ال- while يقرأ عدد ثم بعد ذلك يطبع العداد من 1 إلى العدد المدخل من قبل المستخدم خلينا نسوي مثال سريع بال- f statement فنقول هنا من هنا من هنا نقول new class نقول مثلا f f example زين هذي example ال- f بعد كذا راح ننسخ بالضبط نفس ال- الكلام هذا ونبدل ال- while ب- f طبعا هنا ال- while راح نكتب f زين لاحب كيف الان تنفيذ البرنامج هذا وتنفيذ البرنامج هذا لو ندخل الرقم 10 زين في اللوب أو خلن ناخد الرقم 3 مثلا زين لو جينا في اللوب خلو ننفذ البرنامج بالنسبة لللوب ندخل الرقم 3 طيب الآن ال- counter بواحد بعد كذا شيك على ال- condition ال- condition تحقق طبع رقم واحد زاد ال- counter شيك على ال- condition وطبع لاحظ استمر وطبع 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 حتى انتفى ال- condition فتوقف عن التنفيذ بينما بالنسبة للبرنامج ال- f-statement فإننا لو نفذنا برنامج ال- f-statement هنا نجي ندخل الرقم 3 enter counter counter بواحد شيك هل counter أصغر من الثلاثة ال- 1 أصغر من الثلاثة فعلا طبع زاد ال- counter بواحد وخرج من التنفيذ إذا نفذ مرة واحدة فقط ينفذ مرة واحدة فقط في حالة ال- f- state في حالة ال- y- loop لا استمر التنفيذ مضبوط في الحالة ال- f هنا ما يرجع مرة ثاني شيك على الرغم أنه تحقق الشرط نفذ لجوه ومشى كمل بينما في ال- while هنا لما تحقق الشرط نفذ لجوه automatic رجع ال- while أرجو أن يكون هذا الشيء واضح وهذا هي هذا هو ال- control flow حق ال- while وال- control flow حق ال- if state هذا ال- condition هذا ال- body